السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شباب رجعنا لكم اليوم فيديو جديد في الفيديو هذه الجماعة الخير بإذن الله ستكون حلقة الثانية من ست أو من الصفر فئة المقفرين يا جماعة حاب أنوه فقط تراني ما سحبت على السلسلة لكن السلسلة زي هذه الجماعة الخير تأخذ وقت علمي أجب القطع على ما أفضل على ما أصورها لنتصويرها من الأمانة يعني لازم أغير مكان لضاء أو مكان الكاميرا واجب الأدوات وبدأ أصور واحد اثنين وعلي ما قصر الأدوات يشتغل من هنا ومن هناك فأعطونا فرصة لا نسحب على شي حنا لكن نحاول ننوع بالمحتوى لكي لا يكون سلسلة سيتاب من الصفر سيتاب من الصفر وتطفى شون لازم ننوع شوي شي بي سي شي سيتاب من الصفر شي قطع شي مراجعات وتابع الشورت حقاتي وتراني قربنا نوصل إلى 50 ألتر ما بقى أقل من 300 مجترك يا جماعة خلونا نوصلها ما بطول فيديو أكثر من كده أنا أخص طوالت كثير في المقدمة نقليك مع سبوز نرشيب جماعة الخير حلونا نبدأ الحلقة هذه برعاية هوكيز هوكيز موقع يبيع ويندوز 10 و ويندوز 11 أصلية 100% ومضمونة مدى الحياة وكذلك عليها خصم 20% كل اللي عليك تدخل موقع هوكيز عندي هنا ويندوز 10 برو روح للسلة أسوي له قبل أن أتمم الشراء أضع كود الـ SL20 سيطلع عندك الآن تضيفه سيخصم لك 20% بعدها ستقدر تدفع عن طريق هذه المنصة قدامك كلها كما ترى في الشاشة بعدما تشتري الكود ستحصل لك في الأكاونت تأنسخه وتدخل عندك الـ Activation نفس الـ ويندوز وتضع الكود مبروك عليك التفعيل ويندوز أصلي طيب يا جماعة في الحلقة هذه دعونا نتفكر نبي 1500 لايك ونبينا نوصل إلى 50 ألف ترباقية 300 مشترك يمدين عليها بس سبسكرايب اللاياتك العافية ووصلناها فخلونا نبدأ بأول شيء جماعة الخير اللي هو عندنا هنا الشاشة الشاشة اللي خدتها هنا من Game On 24 إنش 165 هرتز IBS طيب ميزة شاشات Game On يا جماعة الخير إن اسم الشاشة نفسه رح يبيلك مواصفاتها مثلا الشاشة اللي عندنا هاته رح يطلع اسمها عندكم هنا سوف ترى جي او اي اللي هو نفس الفئة حقتها تمام ثم 24 إنش ثم بعدها كلمة Full HD أو FHD اللي هي Full HD ثم تكون 165 هرتز وبآخر شي رح يكون IBS فعرفنا الشاشة 24 إنش IBS 165 هرتز فصراحة اسمهم رهي مرة يعني يختصلك أشياء كثير طيب على العموم الشاشة قيماتها يا جماعة الخير 619 ريال السعر ما هو غالي أبدا على شاشة 165 هرتز سيكون فيها ثلاث منافذ 2 HDMI 1 سبلي بورت ستعمل لك جهة مثل مثل تشبك عليها بي سي وبلاي ستيشن بنفس الوقت ما عندك أي مشكلة ستعمل لك 120 هرتز على البلاي ستيشن 5 فعلى سعرها 619 ريال تقريبا أرخص شاشة IBS 165 في شاشة شركات كثيرة جماعة الخير حاليا حول السعر هذا قريبا لكنها تحصل لها VA أو TN فلا لا تحسب ذلك كعلى شكل شاشة IBS ستطلع عندكم الصورة الحين صورتها لأمانة مش بطالة أبدا في الألعاب يعني الشاشة الموجهة للجامر بشكل عام ما هو إنصان المحتوى شيء إنه راح يشتغلها بمونتاج وشيء ما عنه يقدر شتغلها لانها IBS لكن خنت كلنا يلعب عليها شوفوا في عينكم بشيء مرة أمتاز غير كذا سعرها 619 معقول جدا غير كذا يا جباد الخير سأخبركم مع انبوكسنج حقها وشوفون تركيبها الذي لم أخذ مني ثلاث دقائق يلا خليكم مع نفس تركيبها انبوكسنج وتركيب يلا مرة واحدة قطاسة حققة الشاشة شلناها طيب الشاشة الأخير ستكون IBS 165 هرتز 24 طبعا Full HD 165 كما قلنا فيها منفذين سيكون HDMI 1.4 وفيها DisplayPort كذلك فيها Versa لكي تثبت على الجدار تقدر واحد ميلي ساكن فشيء مرة ممتاز وفيها انحناء بسيط طيب كما ترون ألوان الشاشة بعد التركيب معقولة جدا وحجمها وقاعدتها معقولة يعني ما أخذت عني الطاولة بشكل كبير معنى الطاولة العندي صغيرة لكن يجب أن ترون ألوانها ممتازة لعبت عليها مثل Battle Field مثل Battle Field 5 Battle Field 1 ستطلعك بمقاطع YouTube مشغلة عليها أمورها جدا ممتازة للأمانة وكويسة لدور شاشة اقتصادية الأمانة ستكون ممتازة كل القطع الموجودة في الفيديو هذه جوعة خير روابطها تحت في الوصف فلا تشيلهم نروح لمنتجة الثانية لجماعة الخير اللي هو أنا حبيت أنه أبدأ بشيء بسيط فالأصعب حبيت أبدأ جوعة خير أني أجيب قد نتكلم كيبورد وماوس وماوس باد وشيء هاد لكن المشكلة عندنا البي سي حاليا أو عندنا السلسة هذين بشيء اقتصادي صح ولا لا المشكلة واجب كيبورد ميكانيكي ماوس يعني نوعا ما معقول أو حتى له أي كلام أو مثلا سماعة مع ماوس باد راح تكلفني مثلا مبلغ أقل شيء 300 ريال 250 ريال على أقل تقدير يعني إذا أنا بأخذ ماشي الحال من ناحية كيبورد من ناحية ماوس وشيء هذي العموم شيء أنا اختصرتها نفسي واجبت البندل حق جيم اون زي ما شو مطالع عندكم راح يكون مكون من أربع أشياء فأنا راح أقل لكم عن بوكسنج حين تصارضون أشياء شيء معه وأرجع لكم طيب عندنا هنا بندل حق جيم اون راح يجي فيه ماوس كيبورد وسماعة وماوس بعد تمام دعونا نفكر سواء ونطلع أغراض طيب أول شيء في البندل هذا يجي فيه اللي هو الكيبورد دعونا نطلعه طيب ماهذا الكيبورد هذا ما مميز فيه حين نعريكم بالعادة يجي فيه البندل الـ All-in-One زي هذه الأربع في واحد دائما يكون الكيبورد مثلا مش حالك الماوس مش حالك الموس مش حالك لكن هنا شوف عندنا أول شيء الكيبورد سيكون عربي إنجليزي زي المقطع ذاك عربي إنجليزي الشيء الثاني ميكانيكي لو سويتش فقليل البندل زي هذا بالسعر هذا نشوف فيه لو سويتش فهذا الشيء الأول نطلع لبعده الماوس اللي عندنا هنا رح يكون الماوس خفيف جدا جدا خفيف فيه هنا زرين تخصيص حلو وفيه زر DBI الماوس عندك هنا سيكون DBI اللي فيه السنسر من 800 1200 2400 3600 الأمانة السنسر لا هو معروف لكن على السعر هذا تبني شيء يمشي حالك والأخير هي حقه تمطفرين فهذا شيء مره ممتاز طيب عندنا هنا بعد منتجة الثالث من البندل اللي هو السماعة سماعة ستكون بلاستيك فيها مايكروفون مدمج وطبعا تكون IOX سيبون فيها قطرة الجلد هذه وقفيفة جدا السماعة وأخر شيء لدينا هنا الماوس باد تبع نفس البندل هذا ستكون طويلة تقريبا 28 سنتي وطول 70 سنتي طيب أنا خطت البندل هذا جمعة الخير ب174 ريال يعتبر المبلغ معقول جدا على البندل تقول يا أخي غالي وفي أشياء متسوى صح مثلا الماوس باد ليس كويس كمثال الماوس كويس ما قلنا لا نحن تمشي الحال الشيء جمعتنا خير أو البندل موجودة دائما للناس الجديدة الذين يدخل عن MBC أنا لو مثلا أقول أجيب ماوس G102 أقل لوجيتك كمثال ستكلفني 100 ريال على الأقل ستأخذ كيبورد مثلا أي كيبورد ستعرضتها مثل النوعيات التي تكون صينية ميكانيكية ستكلفني على الأقل 100 ريال وأريد أن أجيب سماعة أبو كلبين ستطلع أقل 70-80 إلى 100 ريال كم كلفتني هذه حين وصلنا 300 ريال حين لنأخذ شيء ممتاز مدرئيش لكن أنا اختصرتها على نفسي للأمانة وجبت القطع هذه وكلفتني 174 ولا أوجعت راسي وغالبا هذه للي يلعب الألعاب سنتكلم البسيطة مثلا جرانت يلعب مينكرافت يلعب لول الألعاب هذه التي يكون بها عالي مرة ومشي الحالك حتى تختيم ألعب أيهم إذا نقول لا أنا ألعب شوتر وأريد أن أمي مصطرة وأنا 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 سأخذلك سأخذ لك ماوس مثلا مثل ما قلنا هو حق حيبر اكس بلس باير أو لوجيتيك الجي مئة واثنين أو غيرها يعني سأكلفك مئة وخمسين ريال على حسب عاصل لكن هذه سنقول أنها سترت قبل الناس يتبدأ آخر شي غيرته وهو الموز باد لماذا غيرت الموز باد لأنه صغير وممتاز قيمته بـ 6 ريال من Amazon سوف ترى هذا الشكل النهائي حق الموز باد الأمان أوكي يعني هو جيد من Amazon سوف ترى حجمها بالضبط المسافة التي موجودة هنا إلى الموجودة هنا بالضبط قد ترى الطاولة حجمها أكبر تعطيك مساحة أكبر لأنك تحرك الماوس أولا ونشرح الكيبورد بأي مكان لازم نأخذ ممتاز ممتاز للسماعة لنضع هنا لكن على حجم الطاولة هذه لا نستطيع نضع الـ PC للأسف هنا فراح الـ PC يكون هنا تمام لأن حجم الطاولة 100 سنتي لو كان 120 لو 20 سنتي هنا كان نستطيع الـ PC لكن عوافق للأمانة إلى الآن نشوف شكل الـ setup لا بأس فيه أبدا يعني كويس للأمانة لكن تعديلات بسيطة ويضبط فأنا أشوف الباقي الحين أني أجيب نفس ستاند السماعة وأشوف فيه باقي شكل جمال نضع هنا لا أريد أن أضع هذي ويجيب شيء آخر فأعطوني اقتراحكم هل نشوف نضع الـ Nanoleaf أو صور أو ويجيب ما رأيكم والطاولة لأمانة الفتحات لم تستفت منها إلى الحين ممكن إذا حضرنا الـ PC هنا تكون الفتحة مفيدة لنعم لسه لنضبط ها فأعطوني رأيكم هل تشوفون أنه شكل الـ Setup معقول على شكل الـ Setup اقتصادي السعر طال عندكم هنا فوق إلى الآن كم كلفنا لكن بإذن الله ما رح يكلف كثير يعني قربنا نخلص باقي تقريبا الـ PC وكم شكل جمالي وخلاص نخلص بحاول أختصر السلسلة هذه جماعة بس علشان أنه تكون مناسبة للجميع وأن الواحد ما يطفش هذا حقنا ممكن أن تذهب بإذن أن تفيدك بإذن الله تعالى وقط يا جماعة الخير أتمنى أن الفيديو أعجبكم لا تنسى تعطيني Like Subscribe share قربنا 50 ألف بس باقي 300 يمدينا نجيبها عنها تكفون طالبكم يا جماعة نوصل 50 الله يعطيكم العافية فقط أنا ما بيطول الفيديو أكثر من كده تقريبا سيكون 13 14 15 دقيقة يقول خلها 20 دقيقة يا جماعة أنا ودي خليها 20 دقيقة لكن أنا أحد الفيديو سيتاب من الصفر سابقا خليت 20 دقيقة أغلب الكومنتات قال يا باسل خلها على جزئين ثلاثة منها أن نغير فيديوهات منه أن تحصل الفيديو سريع ونستفيد أكثر ونختصر فبس جوعة الخير الروابط كل منتجات موجودة تحت الوصف فأتمنى أن أفدتكم لو شيء بسيط لا تنسى تأخذ ديسكورد حقنا لو عندك أي سؤال أي سفسار حتى بتطلع سيتاب حقك عندنا بسيتاب المتابعين أو مثلا عندك أي سؤال أو مشاكل حياة كله فبس جوعة الخير كان معكم باسل من قناة باسل تكنولوجي سبحانك الله بحمدك أشهدوا لا إله إلا أن تستفر وكتب إليك شوفكم على خير يا جماعة في أمان الله